هذه الحلقة برعاية دي جي كورنر اشتركوا في القناة يا انا مرحبا فيكم عزيزان متابعين في حلقة جديدة لهالأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم راح نلقي نظرة على هاي المنتج الجديد من شركة أورتوريا اللي هو الميني لاب 3 طبعاً قبل فترة بسيطة جداً أورتوريا أطلقت لهو الميني لاب 2 اللي هو هذا المنتج هنا ما ريد نقدر نسولهم سايد باي سايد كمباريسون بخليها هنا بخليها يفوق اتشيدي طبعاً هاي الجهازين تقريباً متشابهين لحد كبير ولكن راح نتكلم اليوم عن الفروقات ما بين أورتوريا ميني لاب 2 وأورتوريا ميني لاب 3 أول شي اللي أحطي يا جماعة هو أن ميني لاب 3 يعني شوية أثقل ويد أثقل من الميني لاب 2 ميني لاب 2 يمكن أتوقع السبب أنه خفيف بسبب هاي اللي هنيه وراه اللي هنيه اللي صار بلاستيك لأنه في الميني لاب 2 الباك صار متل أو حديد أتوقع أنه هاي جزء كبير من سبب الحجم الثقيل حق الميني لاب 2 ولكن هاي مو معناتها أنه يعني الميني لاب 3 حس أنه مثلاً تشيب ولا صار رخيص لأنه أخف بالعكس الأشياء اللي موجودة فيه النوب والفيدرز والبادز حتى الكيز الكواليتي ما لهم جداً جيد وهاي اللي عجبني أنا يا جماعة في الأورتوريا كي بد أو هاي اللي هم يسمونهم الكي بد طبعاً الميني لاب 3 والميني لاب 2 اثنينهم فيهم 25 كيز بس حسيت أن الكيز في الميني لاب 3 شوية فيهم فرق ما بينهم بين اللي هو ميني لاب 2 مرة أنا عجبني اللي موجودين في الميني لاب 2 حسوا مش شوية ممكن أذقل اللي هني صارين شوية أخاف حتى الفيدباك اللي تحصل هني على الكي بد تحس شوية غير عن اللي هو القابلة خلونا نتكلم أول شي عن التشابه ما بينهم اثنينهم اثنينهم 25 كيز اثنينهم سعرهم تقريباً طبعاً الميني لاب 2 صار سعره أقل بس أول ما طلعوا تقريباً كانوا اثنينهم في نفس السعر اللي هو تقريباً في حلود 100 دولار اثنينهم تقريباً نفس الحجم فرق شوية في الوزن مثل ما قلت لكم الميني لاب 3 في ثمانية نوبز 8 نوبز اللي هني موجودين و 4 فيدرز الميني لاب 2 كان فيه بس 16 نوب ما كان فيهم فيدرز بس كانوا النوبز هم اللي تقدر تحكم فيهم في الصوفتور اللي موجود معه الكونسروكشن او البيلد ما الميني لاب 3 حسه صولد ومثل ما انتم شاهديني هني الودن جرين سايدز هاي السيجنيتر ما الأورتوريا موجود مثل ما هو موجود في الميني لاب 2 أكبر فرق طبعاً ما بين الاثنين هو الشاشة اللي موجودة هني هذي الشاشة طبعاً هي تعطيني ديسبلي يعني كلش صغيرة الشاشة بس توقع انك انت شيذة شيذة اصلاً ما راح يعني ما راح تعتمد عليها بشكل كبير في اختيارك حق الـ أو حق عرض الـ فالشاشة راح مجرد تكون كنوع الانديكيتر حق تبين لك شنو التغييرات اللي انت قاعد تسويها في الفيدرز او في النوبز اللي موجودين هنا يعني اذا انا قاعد يحرك النوبز تلاحظون هنا كن صار الرقم صغير جداً بس يبين لي ان النوبز مستوها كان موصل ثمانين تسعين مئة مئة وسبعة وعشرين ونفس الشي الفيدرز اذا حركت الفيدرز هني راح يبين لي في الشاشة المستوى اللي هم عليه هاي طبعاً فيدر وان تو ثري وفور الميني لاب 2 والميني لاب 3 فيهم ثمان بادز ايت بادز اللي موجودين هنا حسيت البادز اللي موجودين على الميني لاب 3 الفيلنج مالهم افضل من الموجودين على الميني لاب 2 الفيدباك اللي تحصل منهم احسن صاير نشوف الكنكتيفتي اللي موجودة في الجهاز وهاي اللي صراحة جداً جداً استانس لما شفتها وهي اكبر تغيير كان موجود في الجهاز هنا ما بينه وبين الميني لاب 2 الابا هو الميدي اوت هذا الميدي اوت ممكن من خلال يا جماعة اننا اتحكم في اكسترنال سنتيزايزر اذا عندي اجهزة موجودة مثلاً فيها ميدي ان كيبورد قديمة سنتيزايزر قدم اقدر من خلال هاي الميدي اوت اني انا اشبكهم داركت بهاي الاجهزة وتحكم فيها مباشرة بكل الفيتشورز اللي موجودة عندي في الميني لاب 3 نلاحظ ايضاً يا جماعة هني في عدنا اللي هو مخرج حق الكنترولر او مدخل حق الكنترولر بالاصح هاي ممكن انا اوصله بشيء مثل الفوت بادل واستخدمه كنوع من السستين مثلاً او كفوليم كنترولر مثلاً واكبر فرق ما بين الميني لاب 2 و الميني لاب 3 هو استخدامهم حق اليو اس بي سي الميني لاب 3 فيه مدخل حق اليو اس بي سي ممكن من خلاله انا اشبكها مباشرةً مثل ما انا مساوا حيني هني بس حق ان اوصل باور اوصله بس في باور ادابتر او اني انا ايضاً اوصله مباشرةً في جهاز الكمبيوتر عن طريق هاي المدخل واليو اس بي سي اللي على الجهاز ومن خلاله اتحكم في السوفتور اللي موجود في البرنامج وارتوري خلت مجموعة بسيطة من البرامج اللي بتخليك تبتدي بشكل سريع لما تشتري هاي الجهاز من هذه البرامج هي طبعاً انالوج لاب انترو ابلتون لايف لايت نيتوف انسترمنت دي جنتلمن بيانو مادل دي بيانو من شركة يو في آي وايضاً شهرين للاشتراك في لوب كلاود عساس تقدر تحصل مجموعة كبيرة جداً من اللوبس اللي تقدر تبتدي فيها شغلك بشكل سريع واخيراً سبسكروبشن حق ميلاودكس اللي فيها مجموعة من الكورسات او البرامج المختلفة اللي تساعدك في تعلم ميوزيك ثيوري او تعلم الآلات الموسيقية تعلم بيانو مثلاً فكل هاي البرامج راح تكون موجودة كجزء من البندل اللي متوفر فيه وقت شرائك للجهاز وكل هاي بالسعر اللي هو تقريباً 109 دولار انا احس انها السعر جداً مناسب لمجموعة الآلات والبرامج اضافةً الى الجهاز اللي راح تحصل عليه خلونا حين يا جمعة نلقي نظرة افضل على الجهاز ونتكلم عن كل جزء فيه بشكل افضل نلاحظ اذا مشينا من اليسار الى اليمين هني عدنا طبعاً shift button هني shift button لو ضغط عليه تلاقوني ان البادز اللي هني تغيروا صار لونهم مختلف shift button يساعدني ان اعطي functionality حق الاشياء اللي موجودة على الباد هني يعني مثلاً ممكن ان انا اسوي engage حق الarpegiator mode من خلال هاي الزر او اني اغير البانكز اللي موجودة هني عن طريق ضغط على shift و pad يروح لي عن بانك اي وبانك بي وبالضغط على shift و program يغير لي الى programs طبعاً اذا انت قعد تستخدم برنامج ableton live فهاي الجهاز فيه integration جداً قوي مع برنامج ableton live فراح تلاحظ هنا ان فيه طبعاً ال transport اللي هو stop و play و record و tap و loop فهاي كلها انا ممكن اسوي لها integration داخل برنامج ableton واستخدم بس هاي الزر عساس ان انا اتحكم في البرنامج ممكن انا اسوي play او stop او record او tap حق tempo من خلال هاي الزر اللي موجود محتاجنا انا حتى اروح على الجهاز وتحكم في زرها من الكمبيوتر لا اقدر اتحكم فيها كلها من هنا زر ال hold هنا طبعاً بكل بساطة راح يخليني اسوي hold حق النوت نفسها معناتها شينو معناتها ان انا اذا ما عندي مثلاً sustain pedal ولا شي ممكن انا اضغط الزر هذا واضغط على الآلات واعزف الآلات بالطريقة اللي ابيها وراح تصير لها sustain محتاج ان انا يكون عندي pedal ممكن بس هاي يصير عن طريق زر ال hold الزرين اللي موجودين هني هم لل octave up و down ممكن انا اغير الاكتاف اللي موجود عندي هني فوق و تحت من خلال التحكم بهاي الزرين عندنا طبعاً هني ايضاً ال pitch wheel وال mod wheel على حسب الالة اللي انت قعد تستخدمها ممكنك انت تلعب في pitch او في modulation من خلال هاي الزرين ال knob اللي موجود تحت الشاشة هني من خلالها انا اقدر اتحكم في ال presets اللي موجودة داخل برنامج يعني ممكن انا اختار الاصوات اللي ابيها واضغط عليه عساس يسوي الاختيار ايضاً طريقة سهلة ان انا ما اتحكم مباشرة من الكمبيوتر يصير تحكم كله عندي اهني النوب اللي موجودين هني الثمانية من خلالهم اقدر اتحكم في ال parameters المختلفة داخل برنامج analog lab intro والاربع faders اللي موجودين هني اقدر ايضاً من خلالهم اتحكم في parameters مختلفة داخل برنامج analog lab intro والحلو يا جماعة ان هاي النوب وهاي الفيدرز ممكن انا اتحكم فيهم في اي شيء ابي داخل برنامج يعني مو بشرط ان انا اعتمد عليهم مثل ما يقولون بحسب ال factory settings اللي موجودين لا ممكن انا اسألهم assign هاي الفيدرز حق اي شيء ثاني اي parameter مختلف داخل برنامج اللي انا استخدمه مثل ما خبرتكم the 25 keys اللي موجودين هني هم touch sensitive يعني اذا انا عزفت بالعداد بيصير الصوت نازل واذا عزفت بقوة بيصير الصوت قوي عندي ايضاً هني 16 channels ممكن انا اغيرهم مباشرة من الميني لاب 3 ماحتاجنا انا اعتمد على الكمبيوتر نفسه فكرة الجهاز هذا يا جماعة طبعاً هذا مو بسنتسايزر يعني ما في سماعات ما في اصوات اخوة منه من نفسه هاي مجرد midi controller جهاز يخليني اتحكم في الآلات الافتراضية او virtual instruments اللي موجودة عندي في الجهاز كل اللي موجودة حين هني هو عبارة عن طرق مختلفة تخليني انا اتحكم في الآلات داخل برنامج اللي موجود عندي على الكمبيوتر والانتغريشن ما بين mini lab 3 والarteria analog labs جداً جداً قوية فكل الكنترولز اللي موجودين عندي هني بيعطوني الoption اللي انا اتحكم في الparameters او الاجزاء المختلفة في البرنامج عسسنا احصل على الصوت اللي انا ابيه هذي يا جماعة نظرة سريعة على جهاز arteria mini lab 3 اذا حابين تدعمون قناة رابط شراء هالجهاز رح يكون موجود في وصف الفيديو ان شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعطونا اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع كل اصدقائكم المهتمين في هاي المجان اذا عندكم ايسئلة اكتبوا ليها تحت في التعليقات وان شاء الله اقدر اجاوب عليها كلها اتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة